أهلا بكم مشاهدينا المشروع القومي لطبطين الترع من المشروعات المهمة جداً اللي بيوليها سيادة الرئيس اهتمام كبير جداً كان مفروضاً عشان ننتهي من طبطين الترع تتم العملية دي في عشر سنين لكن سيادة الرئيس إدى تعليماته إنها تتم في سنتين بس علشان نقدر إننا نوفر من المياه المهضرة عن طريق الترع العادية بتاعت زمان ترع المبطنة دلوقتي بتغلف بطبقة مختلفة خرصانية بتقدر إنها تحافظ على المياه سواء كانت مياه النيل أو مياه الأمطار أو حتى المياه الجوفية ده كلام عامة الشعب زي ما أنا بقوله لكن عشان نتكلم عن المتخصصين اللي حيقولونا بالضبط إيه الموضوع وحنستفيد منه إزاي والفايدة اللي حتعود علينا كمان إزاي معينا ضيفنا لمدستوديو المهندس الاستشاري زراعي الدكتور أحمد شوقي البيالي برحب بحضرتك يا دكتور كلام اللي أنا بقوله ده مظبوط إلى حد ما طبعا نفهم طب الحمد لله ده كلام اللي إحنا فاهمينه كمواطنين عاديين مش متخصصين لكن محتاجين إننا نفهم أكتر أهمية مشروع زي مشروع قومي لتبطين الترع بسم الله الرحمن الرحيم وبداية لازم نقول حاجة مهمة جدا لازم نعرف الوضع اللي احنا كنا فيه عشان نفهم قيمة المشروع اللي بيتعمل تمام أول اتفاقية عملت لدول حوض النيل كانت سنة 32 بدأوا فيها سنة 29 وتوقعت سنة 32 كان في التوقيت ده اللي وقحها المستعمر الإنجليزي بصفته هو الحاكم أو الوارد الشرعي لكل دول حوض النيل المستعمر الرئيسي لها يعني الاتفاقية دي خصصت أن مصر ليها 55 مليار متر مقعب مية في السنة حصتها في نهر النيل سنة 59 مع عفتتاح السد العالي اتعملت اتفاقية أو اتقامل الاتفاقية الجديدة بتوقيع كل الدول لأن كانت كل الدول أغلبية تبقى تزيبوا يعني ريادة لنفسها ما كانتش في استعمار استقلت فالنهار ده قالوا أن 55 مليار متر مقعب حصة مصر من مياه نهر النيل في التوقيت ده كان عدد سكان شعبة مصر من 20 إلى 24 مليون نسمة فإذن كان حقصة الفرد أو نصيب الفرد في المياه من نهر النيل حوالي من 2600 متر مقعب مية طيب النهاردة احنا 55 مليار زي ما هم بيزدوش لأنه حصة متفق عليها دوليا لكن احنا عدد سكاننا تضاعف لأربع أنثال اللي كنا عليها يعني احنا عدد تخطينا الميت مليون فما يجد النهاردة 100 مليون نسمة حصتهم في المياه 55 مليار متر مقعب يعني النهاردة نصيب الفرد لا يتعدى 550 متر مقعب مية طيب خط الفقر المائي في العالم ألف متر مقعب مية يعني احنا تحت خط الفقر المائي طيب يبقى لازم الدولة تتجه التجهين الأولاني أن احنا نحافظ على المياه اللي عندنا ونحد من كمية الإهضار اللي موجودة في المياه مشروع تبطين الترع من أربع عقود زمنية والمفترض أن يتعمل ولكن ما فيش القيادة على أخذ هذا القرار لأن تكلفته عالية جدا الحاجة التانية المهمة بخلاف التكلفة أنه لازم يتم في توقيت زمن قليل وده اللي أمر به في خمط الرئيس لأن لو زالت المدة الزمنية المشروع تبطى عدم جدوى مش هيدي الجدوى بتاعته كانت الدولة المصرية بتعمل 50 كيلو في السنة طبطين ترع تخيل حضرتك بنعمل 50 كيلو في السنة على النهج اللي كنا مشين عليه يعني قدامنا مثلا قرن قرن ونص عشان نخلص ترع مصر احنا في خلال عامين بس خلصنا 7500 كيلو متر طبطين ترع في عامين بس خلصنا 7500 كيلو متر طبطين ترع وده تعتبر الترع الرئيسية في كل محافظات مصر احنا خلصنا 19 محافظة بالفعل واحنا بنتكلم حتى كلوقتي احنا بخلصنا بالفعل 19 محافظة فأنا مجد أن فيه 7500 كيلو متر تم طبطينهم في كل ترع مصر أنا النهاردة بقول أنني أنا كان عندي مهدر 19 مليار متر مقعب مية من الحصة بتاعة السد العالي يعني أنا النهاردة من 55 مليار راح منهم بدون أي فائدة 40% أنا النهاردة بالفعل قدرت أن أنا أوفر 5 مليار من 7500 كيلو متر للبطان وترع رئيسية فقط لسه ما نكمل بقيت مشروعنا والترع الفرعية والكلام ده هتوصل لأنه يبقى فيه سفر هالك عندك طب أنا النهاردة استفدت إيه من اللي حصل الاستفادة دي بتعم على طرفين على الدولة كدولة وعلى العامل الأساسي في الزراع هو الفلاح المصري طب تعالي نقولي الفلاح المصري استفاد إيه؟ الفلاح المصري النهاردة حضرتك كان وخاصة في نهاية الترع بيبقى عنده مشكلة كبيرة جدا عدم وصول المياه لنهاية الترع وكان التور وكلنا فلاحين وفاهمين الكلام ده يقعد يستنى الدور أو المناوبة بتاعة الراي بالتلاتة والأربعة تيام في الغيط بالإضافة لأنه كان بيهلك محروقات كبيرة جدا سواء كان بيرو بسولر أو بمزدت عشر النهاردة المياه كانت بتوصل من السد العالي لنهاية الترع في الدلتة في 16 يوم النهاردة في ستة والسبعة تيام ده يعتبر إنجاز الحاجة التانية قوة تضفق المياه اللي جاية جامت جدا من استهلاك المزدت أو البترول أو أيا كان النوع الوقود اللي بيستهلك في الرأي طب أنا النهاردة موفرت ده للمزارع المصري عاب معلي بقى بإيه النهاردة كان تلت المصرفات اللي عند المزارع المصري بتتمثل في التطهير بيطهر في السنة مرتين الترع من الحشائش اللي تطلع طب الحشائش دي أنا بصرف عليها فلوس عشان أطهر وفي نفس الوقت هي ذات جدوى ما بتفيدنيش بحاجة والأهم من كده في القطورة أنها بتاخد من المال اللي جاية لأن ده يعتبر ابن ضالة أنا برويله ومش هستفيد منه حاجة وبالعكس ده بتبقى عقق كبير جدا في الميا فأنا النهاردة وفرت على الدولة وعلى الفلاح التطهير لأن الدولة كان بيطهر النصارف والترع الرئاسية الفلاح كان بيطهر اللي عنده غيرته فالنهاردة وفرت ده ووفرت ده يبقى أنا وفرت على المزارع المصري عبق كبير جدا أو كال كبير جدا في المواد البترولية اللي كان بتستخدم في المحروقات والحاجة التانية في التطهير خلينا نشوف التقرير عن المشروع القومي لتبطين الترع ومجودات الدولة في هذا المجال ونرجع مرة تانية نخرج التقرير الإنجاز في المشاريع ده بتبقى سبقى التصريحات يعني عبال ما يكون في تصريحات بأرقام تكون الإنجازات مشت في أرقام مختلفة زادت أكتر ودي حاجة مطمئنة جدا دكتور أحمد خلينا نتكلم عن تبطين الترع هو بتختلف تبطين الترع في محافظة معينة عن محافظة أخرى ولا هي سيستم ويحدمش على الكل لا هو تعمل دراسة أول مبدئية لكل المحافظات وشفنا الأهم الترع الرئيسية والفرعية اللي هي تعتبر كبيرة ده اللي بدأنا فيه ده كانت الخطة البداية فيه فاحنا أقول حاطة الوقت اللي احنا عاديين فيه الوقت ده احنا بطلنا سبعة تلاف وخمسمائة كيلو متر ترع في تسعة تشر محافظة فيه محافظات انتهت بالكامل بني السوف انتهت بالكامل السماعيلية انتهت بالكامل فيه أكتر من خمس محافظات انتهوا بالكامل وبقى المحافظات كلها على نهاية سنة واحد وعشرين هتكون كل المحافظات منتهية تسعة تشر محافظة اللي بدأ فيهم المشروع تكلفة المشروع ما بين تبطين وتطهير حوالي تريليون جنيه نبتكلم عن مشروع عملاق مشروع مش هاين لأننا الخمسة مليار متر مقاعدة ما اللي أنا وفرتهم دول يزرعوا لي أربع مليون فدان فالعملية مش موضوع سهل لا أنا بوفر حاجة كبيرة جدا الحاجة جدا أنه نهاردة سعر الفدان في نهايات الترع زاد 30% من السعر السوق له لأنه كان معروف نهايات الترع مش مرغوبة في البيع ولا في الشراء لأنه ما فيش رأي كويس أنت نهاردة العلامة المميزة للشراء أي أرض بتروي كويس وبتصرف كويس ولا لا هو ده اللي بيميزها فالنهاردة بما بلاقي أن الراي بقى كويس ونريد الصرف هيبقى كويس يبقى أنا النهاردة سعر الفدان في نهايات الترع زاد 30% من كمه السوقية له وده فايدة عيدة كويسة جدا على الفلاح طب تعالي حاطب بقى نلكلم عن المظهر العام أو الحياة العامة أو اللي احنا تحولنا له مزامنة مع مشروع حياة كريمة النهاردة أنا ما خلي حياة القرية المصرية بدون الترع اللي كانت موجودة للنفايات والمواشي النافقة والقمامة ولا نهاردة اللي مجرى مائي نظيف بحول البيئة المحيطة بها كلها لبيئة نظيفة أنا نهاردة ما قوم الصبح بدل ملاقي حيواناتنا فقه في الترع لا بلاقي شكل مياه كويس ماشي بقى بس نحن نقول حاجة إن حرام إن احنا ما نحفظ يعني فيه بعض واجب على الفلاح المصري وعلى أولادنا وعلى أخواتنا اللي قاطين القرى إن احنا نحافظ على الكلام ده بالنظافة اللي هو فيها ما ينفعش يرمي فيها في السبالة تاني أكيد أكيد طبعا محد الشجر يعمل كده الواحد لما بيشوف حواليه الدنيا نظيفة بيحافظ عليها علشان صحته وعلشان ما يهدرش العمل اللي تم إنجازه وحاتي بتقولي صحته نهاردة حافظنا بنسبة عالية جدا على صحة المواطن المصري عامة مش قاطين تلوص رائعيب تخلصنا منه بروي بمية نظيفة مش مية عبارة عن ديقة متلوصة لا ده أنا بروي بمية نظيفة شبه المستنقات الله ينور على الحال تك أنا النهاردة بروي بمية نظيفة أنا حافظت على صحة المواطن المصري كليتا مش اللي في القرية بس ده المواطن المصري في جميع عن حق الجمهورية طيب خلينا نتكلم عن فرص العمل اللي بتتحها مثل هذه المشروع 9 مليون مصري شغالين في طبطين الترع حاطك 9 مليون عامل مصري ومهندس وفني شغالين في طبطين الترع النهاردة المشروعات اللي بتتعامل في مصر كل يعني هو أقص احنا خليناها نتكلم بالملمين اللي بيشتغل يعني هو الترع اللي بتتبطنت احنا بنتكلم على شغل رؤية العين مش بنتكلم على الحجر أساسة عمل احنا الحمد لله بقنا سنتين ثلاثة بنتكلم على أشياء ملموسة بنتكلمش على حاجة ان شاء الله حطينا حجر أساس اه مش أحلام والحجر هيقع ولسه الأساس ما هتعملش احنا النهاردة بنقول ان فعلا اي محافظة في مصر شوف الترع اللي بتبطنت فيها قديم مساحة ايه طب اللي عمل الكلام ده مين لا بنستوردش عمال العمالة بتاعتنا المصرية واللي شال البلد دي المصريين واللي تعب في البلد دي المصريين بس هما كانوا ينقصهم القيادة اللي هي الحاسمة في اتخاذ لبطن الترع ولا فيه الإرادة السياسية اللي بتسعى لكده هي المشكلة كلها عندنا في اتخاذ قرار ومتابعة للقرار وده لقينه في القادة السياسية اللي موجودة حاليا ربنا يعينهم بس يا رب ان شاء الله طيب خلينا نتكلم كمان عن المردود والأهداف من مشروع قومي زي مشروع تبطين الترع حطيك المردود بتاعه اننا النهاردة بحافظ على الزراعة والتاعي لانك أكم من فلاحين ومزرعين ضع محصلهم بسبب ندرة المياه الكلام ده كان موجود في الدلتة كتير جدا انا النهاردة بلغي ده تماما اننا بحافظ على المحصل الرئيسي للفلاح المصري اللي بيقعد ست شهور على زرعته عشان هي ده يعني ده مزر رزق الوحيد انا حافظته عليه الحاجة التانية انا وفرتله في المستهلكات اللي عنده الحاجة التالتة انا رفعتله قيمة الفدام بتاعه رفعتله قيمة أرضه فانا النهاردة وصلت لأهداف كويسة جدا الحاجة الرابعة والمهمة اننا وفرت بيقى ملأمة لكل المصريين خالية من أمراض خالية من أوباقة خالية من قمامة انا رضا وفرت بيقى ملأمة للحياة المصرية انا فعلا بنعمل حياة كريمة للمواطن المصري فدي اهم حاجة موجودة طيب هو مصر هي الدولة الاولى في تنفيذ مشروع قومي كبير زي مشروع تبطين الترع اه مفيش دولة عملت حاجة زي كده ومفيش دولة زرعية زي انا اتجهت النهج ده لان حتى لو جيت تقارني مثلا من مطوصة المياة الفرد المصري 560 متر مقعب مياة الفرد المواطن الأسيوي 7500 متر فهو مش هاموا لنعمل حاجة موام مياه كتير ايه انما احنا عندنا زيادة سكانية عالية ويعني نضرف المياة شوية فلازم ان احنا نحافظ عليها وبالخلاف ان في حاجة مهمة جدا احنا اتجهنا لها الايام دي ان كل المشاريع الزراعية الجديدة مش ايمة على مياه النهر النيل ده ايمة على المياه الجوفية وعلى تحلية مياه الصرف الزراعي فده طبعا برضو ده مجال مهم جدا ولازم ننوه نيول اللي احنا النهاردة مشروع الدلتة الجديدة او مشروع المليون حيوفرنا حوالي من 25 مليار متر مقعب مياه يعني نصف حصتنا لاتجاه الدولة اكتر من سنتين شغالين فيه الوقت اكيد طب هو تم استعانى بخبرات اجنبية في هذا المجال ولا كلها مصرية كلها مصرية ومكاتب استشارية مصرية وتمويل مصري كله حاطت الدولة متحملة حوالي من 60% من تكلفة المشروع فيه كروض حوالي من 30% والباقي منظمات حكومية واهلية هي اللي دخلة في المشروع نسبة المياه اللي بيتم اهضارها سواء كانت مياه نهر النيل او مياه الامطار او المياه الجوفية نظرا لان الترع مش مبطنة فبيحصل تسريبات حاطتك يا فيه معادلة من 5 ميلي ل 10 ميلي كل ساعة اهضار في المياه من 5 ميلي ل 10 ميلي كل ساعة اهضار في منصوب المياه يعني انترع لو فيها منصوب متر يعني حاطتك ما تيجي تقسي كده 10 ميلي او قل نقول متوسط 7 ميلي كل ساعة يعني في الـ 24 ساعة حوالي من 175 ميلي يعني انت مثلا في خلال 3 تام يروح المنصوب رايح حباء فانا النهاردة حفزت على ده بخلاف ان انا ما ساقتش الحشائش اللي طالعا عملهاش اي لازمة يبقى انا قضيت على التسريب وعلى التسريب وفي حاجة تالتة مهمة جدا التبخير اللي كان بيحصل حتى في التبطين احنا ديقنا او صغرنا مساحة السطح المعرض للشمس بتاع الترع وغوطناها لتحت بحيث ان انا يبقى المسطح للشمس اللي بيساعد على التبخير قليل قل من الاول فانا بالفعل وفرت وفرت تقطة من 5 مليار متر مكعب مية في 7-3 متر اللي تبطانوا دور ده مهم ان انا اوفر مية من اللي بروي بيها وفي نفس الوقت بحافظ على ان المية اللي بيتم الرأي بيها تكون مية نظيفة عشان احصل على محصول جودته عالية وامن طبعا طبعا انا بحافظ على صحة المواطن المصري او صحة مستهلك الزراعات والثمار المصرية وده على فكرة بيرفع درجتنا في التفزيل كويس جدا يعني وده واضحة يعني احنا عندنا تفزيل حاصلات زراعية وقطة تخايلات كلها في خلال السنة تانية اللي فاتوا دول احنا الاول على العالم في تفزيل الموالح الاول على العالم في تفزيل الفراولة النهار ده بقينا بنحتل لمرتبة كويسة جدا في تفزيل الطمر وبينا الاول على العالم في انتاج الطمر احنا وصلين لمراحل كويسة جدا في الزراع علوقتي نكوناش متحصل لها طب اكيد كمان فيه مرضود بيئي للمشروع القومي لتبطين الترع اكيد البيئة اختلف أنا أقول لحضرتك إحنا كانت الترعى في القرية ما هي إلا سلة نفايات النهاردة الترعى في القرية بقت منظر حضاري بقى مجرى مائي شكله شيك حلو بيوفر لي كل حاجة نظيفة أنا أقول لحضرتك بس الأمن الوقتي اعتناء المواطن المصري والمحافظ على لأنه شوفنا صور مش حلوة سرعة شوفنا برضو لسه في ناس بترمي بالليل كده يعني عايزين ده بلدنا يعني لازم نحافظ عليه ده بقى اللي بقى علينا إحنا كمصريين حافظ على النعمة اللي ربنا أدى هنا بس وبعدين اللي كان بيرمي زمان أعتقد ما كان قبل الزبط كان عنده عزر لكن دلوقتي اللي بيلوث ما عندهوش عزر لا ما فيش عزر وحيبان يعني زمان حتى كانت القمامة كتير فاللي بيترمي مش باين لكن دلوقتي هتفرق أنا وفرت لك بيئة نظيفة حافظ عليها بقى المكلوب منك أنك تحافظ عليها بس مش أكتر يعني يعني أنا لو طلبت من حضرتك دلوقتي رسائل أخيرة راح تبقى رسائل كلها للفلاحة لا للمواطن المصري اللي قاطن مش فلاحة ده المزارع أكتر واحد يحافظ عليه لأن أكتر واحد مستفيد ده إحنا عملنا يعني طقنا جاه للمزارعين وخاصة اللي في نهاية الترع لأنا بتكلم عن المواطن المصري عامة الترع المصري يا جماعة ده شريان حياة لكل اللي محيط بيها أنا باش بروي منها أرضي اللي هاكل منها ثمارة فنلازم أحافظ عليه المحظة عليها دي يضع لك صحية وصحية أولاد ليس أكثر والأقل حضرتك قلت إن المشروع ده مهتم بالترع الرئيسية أو الفرعية اللي ليها دور مهم طبعا لكن بقيت الترع دي هتيجي في مرحلة تانية ولا لسه ما فكرناش نحن عندنا في مصر خمسة وخمسين ألف كيلو متر ترع طبعا دي مساحة شاسعة أو هائلة لكن هي الدولة في المرحلة الأولانية اللي كانت المفروض تتم في عشر سنين يتم في سنتين عملنا 7500 كيلو متر الترع الرئيسية المهمة وهي دي اللي كان عليها العبء الكبير جدا فأنا النهاردة بالفعل وفرت أكتر يعني أنا كان مهضر عندي 40% وفرت أكتر من نص ال40% أنا وفرت 20% 20% التانين دول دي السبق المراحل اللي بعد كرة إن شاء الله يعني دي مرحلة تانية لكن نحن النهاردة بنتكلم نحن خلصنا بالفعل الترع الرئيسية اللي موجودة في مصر تمام طيب إن شاء الله نوصل للمية في المية إن شاء الله قريب إحنا ضيفنا اللي كان منورنا في فقرتنا النهاردة المهندس الاستشاري أحمد شوقي البالي نشكر حضرتك يا فاند مشتفدنا جدا من توضيح حضرتك للتفاصيل شكرا يا فاند